يا عبادي فأجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم التوكل على الله وكان دائم اليقين به وبنصره وبفرجه سبحانه وتعالى ها نحن نراه صلى الله عليه وسلم يعود من رحلة دعوية شاقة في الطائف وقد لاقى ما لاقى من أذى المشركين لكنه لم يستسلم لليأس ولا للقنوط بل لم يرضى أن يدعو على المشركين وقال بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا هذا كان حال الأنبياء أيضا من قبل فها هو يعقوب عليه السلام يعلم أبناءه أن لا يستسلموا لليأس فيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ها هو موسى عليه السلام عندما حاصره فرعون وجنوده أصاب اليأس قلوب قوم موسى وأصحابه عندما رأوا فرعون وقد أحاط بهم من خلفهم ورأوا البحر من أمامهم فقالوا إنا لمدركون غير أن موسى عليه السلام قال بلهجة الواثق بفرج الله المتوكل على الله المتفائل بنصر الله وفرجه كلا إن معي ربي سيهدين إخواني وأحبائي إن معنا الله نحن في هذه الثورة المباركة نلاقي آلاما ومصاعب ومتاعب شديدة قد تدفع البعض إلى اليأس وإلى القنوط إزاء تأخر النصر وإزاء ما نراه من تكالب الأعداء ومن تنكيلهم بدماء المسلمين وبيديارهم وحتى بالاعتداء على أعراضهم وعلى أموالهم نقول لهم احذروا إخواني أن يدخل اليأس إلى قلوبكم فإن الله موجود وإن الله معنا وإن الله لن يتخلى عننا فاليأس لا يأتي بخير أبدا اليأس يدفع على العكس تماما للابتعاد عن العمل والقعود عن متابعة السير ونحن في ثورة لا نملك فيها خيارا إلا المتابعة لأن التراجع يعني مزيدا من سفك الدماء يعني السكوت عن الحرائر في سجون الظالمين يعني ترك المهجرين خارج أوطانهم يعني استمرار الظالمين والقتل في إبادة هذا الشعب لذلك لا خير لنا إلا بمتابعة الدرب الذي ينبغي أن نتابعه ونحن نتوكل على الله ونتحلى بالأمل واليقين بالله سبحانه وتعالى دون يأس ودون قنوط لماذا نيأس إخواني؟ ألأن المدة قد طالت؟ من قال لنا إن المعركة بين الحق والباطل يمكن أن تنتهي بيوم وليلة؟ نعم تطول المعركة لكن في النتيجة العاقبة للمتقين وتلك الأيام نداولها بين الناس لن يبقى هؤلاء الظلم القتل على سدة الحكم ولن يبقوا أبدا متحكمين بالعباد وبحياتهم متسلطين عليهم فالقوة لا تدوم للبشر ولا الضعف كذلك لماذا نيأس إخواني؟ ألأننا ندفع ضريبة وفاتورة ضخمة؟ نعم هذه ضريبة قول الحق وهذه ضريبة الجهاد وإلا فألم يقل ربنا سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب إخواني إن نصر الله قريب يحتاج منا إلى مزيد من العمل الذي يحتاج إلى مزيد من الأمل ينبغي أبدا أن لا نسمح لليأس أن يتسرب إلى قلوبنا وأن لا نسمح لليأس أن يتمكن من نفوسنا هكذا يريد الشيطان يريد أن يدخل اليأس والحزن على قلوب المؤمنين فيصدهم عن العمل ويصد الشباب عن الجهاد ويصد الناس عن متابعة السير في مقارعة الظالمين أهل الباطل فلا تسمح لهذا اليأس أن يتسرب ولا تسمح للشيطان أن يتمكن من أمنيته بل اعملوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرض للمحن وللشدائد صبر وبقي مستسلما لقضاء الله متوكلا على الله أمله بالله سبحانه وتعالى فإن من صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم يتوكرون على الله لا يتشاءمون لا يتطيرون كما جاء في الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا اليأس والقنوط وأن يعلقنا دائما بالأمل به وبنصره وبفرجه وأن يمنى علينا بنصر وفرج قريب عاجل إنه سميعا مجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبادي فأجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري اشتركوا في القناة